في فينيكس بولاية أريزونا بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات المبكرة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نومبر بأسابيع وقد صوت الناخبون في هذه الولاية عن طريق البطاقات البريدية لاختيار مرشحيهم في البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب فضلا عن غرفتي الهيئة التشريعية للولاية إنهم يعملون بدوام كامل أياما كاملة هنا ويتم بث كل شيء على الهواء مباشرة يمكن للناخبين الذهاب ومشاهدة ما يحدث في قاعة الفرز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أريزونا تعد الأصوات التي تم الإدلاء بها وفرزها قبل يوم الانتخابات هي أول ما يتم الإبلاغ عنها بعد إغلاق صناديق الاقتراع وتميل هذه البطاقات إلى تفضيل الديمقراطيين منذ أن أصبحت قضية التصويت المبكر والبريدي مسيسة للغاية خلال انتخابات عام 2020 وتستغرق بطاقات الاقتراع البريدية التي يتم تسليمها في يوم الانتخابات وقتاً أطول بكثير للفرز لأن العاملين في الانتخابات لا يبدأون في فرزها أو التحقق منها إلا بعد إغلاق صناديق الاقتراع في مقاطعة ماري كوبا التي تضم أكبر عدد من السكان في الولاية كان حوالي عشرين بالمئة مما يقرب من مليون وستمائة ألف صوت تم الإدلاء بها عام 2022 عبارة عن بطاقات اقتراع بريدية تم تسليمها في يوم الانتخابات وقد سوت أكثر من 23 مليون ناخب في الانتخابات الأمريكية المبكرة لهذا العام على الصعيد الوطني ليحطم هذا الأرقام القياسية المسجلة على مستوى الولايات في جميع أنحاء البلاد